ننتبه جيدا أريد أن أناقشكم حول مسألة النفق الضوئي في الجلسات هذا النفق الضوئي في غاية الأهمية يعني عندما نطبق الجلسات يجب أن تستعد أنك تدخل النفق الضوئي فممكن شخص يسألنا يقول ليه النفق الضوئي ما هو السبب؟ السبب لأنه في النفق الضوئي هنا يقل الزمن والنفق الضوئي يسحبك إلى الكواكب الأخرى هذا النفق الضوئي عنده مصطلحات قسم يسموه الستارغيتس بوابات النجوم أريد أن تبقوا معنا في هذا الأمر تركزون على هو هذا النفق الضوئي أو الستارغيتس نفس المبدأ هذه مجموعة من الفيديوهات لأليكس كولير تشاهدوها؟ جيدا شاهدوها كم عددها؟ أربعة عشر فيديو مهمة جدا جدا هذه يعني موضوعة هو يبدأ من الفيديو الأول والثاني والثالث والرابع ماشي؟ والخامس والسادس فيبدأ يشرح تاريخ مجرة التبانة والكائنات الكونية ومن من الكائنات الكونية هبطت إلى الأرض أسماؤها أشكالها في هذه الأربعة عشر فيديو وممكن أن نناقش أجزاء منها في محاضرة قادمة لكن هذه المحاضرة أو هذه مجموعة من المحاضرات أو أعتقد هي محاضرة واحدة لكن قسمت إلى مجموعة من المحاضرات في غاية غاية الأهمية فأنا أعتقد ممكن هو في هذا الجزء الجزء الرابع أعتقد يعني يتحدث حول الستارغيتس تمام؟ الآن نوضح يعني الأنفاق الضوئية تسموها الأنفاق الضوئية سموها الستارغيتس نوضح هذه الصورة هذه هي مجرة التبانة الكائنات الكونية كيف تنتقل بسرعة شديدة يعني كيف تأتي إلى الأرض أو كيف الكائنات الكونية تنتقل بين النجوم فهو يقول في الفيديو أليكس كوليار عن طريق هذه البوابات أو الأنفاق الضوئية ممكن أكرر يعني ما عليش نسميها البوابات النجوم الأنفاق في كل مجرة في كل مجرة لاحظة كل مجرة يجب أن تكون هذه الأنفاق موجودة الأنفاق حتى هناك أنفاق يعني من الأرض إلى المريخ وتنقلك إلى المريخ في ثانية فهذه الأنفاق الضوئية تستخدمها وتعرفها جيدا الكائنات المتطورة ولهذا هي هكذا تسافر هي تستخدم يا أخواني وخواتي تستخدم هذه الأنفاق الضوئية فعند هذا كلامه أليكس كوليار عند تكوين المجرة يعني تصميم معمارية المجرة يصممون أيضا الأنفاق الضوئية بتاعتها في الفيديو يعني أنا غير متأكد هو يقول في مجرة التبانة مرة أخرى أنا مش متأكد يجب أن أرجع على الفيديو لكن أيضا ممكن أنتم تشاهدوه يقول في مجرة التبانة أعتقد أعتقد قال 17 نفق موجودة يعني مرة أخرى يجب أن أرجع ممكن يعني أو ممكن أنك نرجع لها معا يعني مش في هذه الحلقة لكن فقط هو وضع أعتقد هو قال 17 نفق موجود يعني بهذه الصيغة وهذه الأنفاق أخواني وأخواني دعونا نرجع أيضا لهذا الشكل وهذه الأنفاق الزمن بتاعها كما هو يسميه الزمن بتاع النفق ماذا يسميه؟ هذا باللغة الإنجليزية يسموه focused time هذا المصطلح تماما يعني الزمن التركيزي الزمن التركيزي كأنه عندما أنت تدخل بالنفق فالنفق يسحبك وينقلك مباشرة إلى كوكب آخر focused time ونتصور هكذا هذه الأنفاق مثلا ويستخدموها نعم تستخدمها الكائنات الكائنات الفضائية في الانتقال ونحن أيضا في هذه الجلسات نتدرب أننا ندخل في النفق مهم جدا هذا نعم نبنيه نبنيه يعني أقصد بالبناء الإيجابي يجب أن ندخل في هذا النفق فنتصور هيكي يعني هذه الأنفاق وهذا يجب أن يكون في تصميم كل مجرة يعني كل مجرة يجب أن تكون فيها أنفاق اتصالية يعني النجوم تتصل بعضها مع البعض النجوم ننتبه تتصل بعضها مع البعض عن طريق هذه الأنفاق وبالتالي الكائنات المتطورة تعرف هذا فهي تستخدم النفق بالانتقال السريع جدا جدا فهذه مثلا مجموعة نجمية تنتقل هنا أقصد يعني كائنات تستخدم هذا النفق تنتقل من هنا هذه تنتقل من هنا وحتى أيضا يعني إلى أبعد نقبة أوكي بسرعة أعطوني رسالة تشاهدون فقط البينت حتى أعرف رجاء تشاهدون البينت آآ شايفينه أستاذ بري بود يجب أن تعرفوا في النظام الشمسي بتاعنا أنتم تعتقدون يعني السفر صعوب في النظام الشمسي أبداً مصعوب السفر جداً سريع عن طريق هذه الأنفاق فلو نفترض مثلاً هذه الأرض نفترض لك هذه الأرض تمام يسافرون يعني من الأرض للمريخ هذا الأرض هنا وهذا المريخ موجودة مركبات فضائية كائنات بشرية وحتى كائنات فضائية تستخدم هذه الأنفاق ما بين مثلاً الأرض والمريخ في دقيقة في دقيقة نعم تسافر هنا الزحل أيضاً نفس الشيء نفترض هيك يعني هذا الشكل فقط افتراضي أيضاً ينتقلون من زحل إلى الأرض ومن الأرض إلى المريخ من المريخ إلى زحل وهكذا وأيضاً نفس الشيء يعني مثلاً نقول هذا النظام الشمسي بتاعنا نفترض هيكي وهذه وهذه النجوم ما بعد النظام الشمسي تمام نفترض هيكي مثلاً المجموعة النجمية دريكو تمام نفترض هيكي يعني هذه مثلاً المجموعة النجمية دريكو هناك يعني اسم المجموعة النجمية دريكو تمام المجموعة النجمية دريكو طيب هذه كيف تصل إلى الأرض بالطبع هي تستخدم الأنفاق تستخدم الأنفاق بسرعة شديدة تدخل إلى الأرض الكائنات يعني ونفس الشيء بقية الكائنات الأخرى أوكي تمام شبابنا الآن ننتبه رجاء شباب إلى بعض المصطلحات هذه المصطلحات جداً مهمة تركزون على هذه الكلمة كونستليشن أوكي كونستليشن كونستليشن يعني النظام النجمي من الأرض استطاعوا أن يميزوا أعتقد أما ثمانين أو ستة وثمانون نظام نجمي عندما تسمعون كونستليشن بمعنى نظام نجمي مجموعة من النجوم أوكي ويعطون في الكونستليشن لكل نجمة رقم يعني مثلاً إذا نجمة جداً جداً واضحة أعتقد يعطوها رقم واحد إذا أقل وضوح يعطوها رقم اثنين إذا أقل أقل وضوح يعطوها رقم أربعة وهكذا ماشي فهذه أندروميدا كونستليشن هناك عندنا أندروميدا كونستليشن نكتبها ممكن نكتبها وأيضاً سوف نعرضها عليكم ننتبه هذه واحدة يعني هذه مجموعة من النجوم فالمنظومة النجمية أندروميدا تمام المنظومة النجمية أندروميدا لأن إحنا ليه كي نقول ما هو سبب لأنه أنت عندما تسافر يجب أن تعرف هذه الأمور تمام ولن تضيع نعم تضيع أين ذاهب أنت فيجب أن تعرف على الأقل هذه المبادل يعني هذه المصطلحات فالمنظومة النجمية أندروميدا ماشي ولدينا المنظومة النجمية المنظومة النجمية لائرة لائرة والمنظومة النجمية هذه المعروفة يعني والمنظومة النجمية دريكو أفوا والمنظومة النجمية دريكو والمنظومة النجمية أوريون وأيضا بقية المنظومات النجمية قسم يعطوها أسماء طيور أسماء حيوانات تعرفوها ولديها أشكال يعني حتى ربطوها وكل منظومة نجمية يقولون مثلا هذا شكل الدوب هذا شكل الصقر هذا شكل كذا 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 إذا تريدون أرسل لكم هذا الكتاب موجود يعني تعملون له داونلود و يوضح نمشي عليه ممكن فقط بالمختصر تمام إلى المنظومات النجمية يوضحها مثلا فقط ننتبه رجال إلى هذه هي المنظومات النجمية لاحظوا فهو بدأ المنظومة النجمية اندروميدا تمام وهكذا يمشي لاحظوا هذه لدريكو منظومة نجمية تمام لايرا ها أوريون بيغاسوس تمام ذرغو أعتقد أما ثمانين أو ستة وثمانون المتعارف عليها فقط أمشي ف مثلا نأتي إلى أندروميدا أوكي في البيج ثمانية عشر يعني قبل أن ممكن يعني نذهب إلى بيج ثمانية عشر هنا لاحظوا يقول المنظومة النجمية الأكبر فأكبر واحدة الهايدرا هذا السايز بتاعها تمام بعدها تأتي الفيرغو ها بعدها تأتي الأرساء ميجر تمام وأصغر منظومة نجمية هذه لاحظوها ساقيتها وأقدم منظومة نجمية لاحظو الأوريون أنا هذا جذب انتباهي ها هذا الأوريون تدخلوا في الأرض كثيرا هذه يعني كائنات بتاع أوريون فيقول هذه وجدت في الألواح السومرية أوريون أوكي الشيء الذي جذب انتباهي أنه كلمة نجم ستار ما هو أصلها فهو رجع يعني هذه هي باللغة نجزية تسمى ستار تمام أصلها ككلمة من سومر كانت تسمى في سومر أستارته بمعنى الإلهة السومرية فإذن النجمة هم يعرفون يعني سومرية نعم كانوا يعرفون هذه النوع يعني أفصد هذه نجوم بتأتي منها كائنات ولهذا لاحظوا ستارته البابليين اسموها عشتار لاحظوا وبعد في الجريك أستير وفي اللاتين ستيلا ما فعلنا نعم وأريد أيضا أن أقول بالمناسبة فقط أوضح للكونستليشن نرجع للكونستليشن هناك الاسم اللاتيني فهذا المعتمد والاسم الإنجليزي الحديث لكن هو المعتمد اللاتيني يعني هذه كلها اللاتينية تعرفون الأسماء أقصد وحتى هنا يقسمها لاحظوا يعني مثلا بتاع الطيور أنا لا أقصد يعني هي مرتبطة بالطيور لكن هي قسمت بسبب شكلها ف عندنا التسعة بتاع الطيور ها هذه وعشرة مخلوقات مائية ها تشاهدون وهكذا هذا هنا لاحظوا هذه هي الأرقام فإذا كانت صفر يعني كل منظومة لاحظوا المنظومة الآن ننتبه جيدا كل منظومة عندها نجوم فمثلا يعطي لنجمة صفر يعني في داخل أقصد المنظومة هناك مجموعة من النجوم فمثلا إذا نجمة صفر بمعنى متوهجة كثيرا متوهجة ها فمثلا هذه صفر تجدوها في النجمة كابيلا في المجموعة النجمية أوريغا ما بعرف كيف يلفظوها لكن فيغا فقط يخصنا بتاع اللايرة فهي الفيغا جدا معروفة نجمة فيغا لأن هذه فيها توهج جدا عالي يعني أقصد فيغا دائما مرتبطة بالمنظومة النجمية لائرة معروفة جدا هذه الفيغا لاحظوا فصفر إذا واحد يعني جدا متوهجة لكن مش زي الصفر very bright ويمشي يمشي تمام إلى خمسة هذه جدا باهتة يعني باهتة ماشي و عفوا خمسة باهتة وستة هذه جدا جدا باهتة وهناك أمور أخرى يعني تستطيع أن تنظر إليها من الجزء الشمالي الجزء الجنوبي وقسم من المجموعات يربطوها مثلا بالفصل مثلا فصل الربيع ترى هذه المجموعة فصل الشتاء هذه المجموعة هنا يعطينا الخمسين نجمة الأكثر توهج تشاهدون أعتقد واضح فمثلا تجدون لاحظوا الفيغا التسلسل بتاعها خمسة في المجموعة النجمية لايرا تشاهدوها أعتقد أول واحدة النجمة سايروس طبعا تعرفون هذه النجمة سايروس هي مرتبطة بكائنات السيريا متوهجة جدا هذه يعني تستطيع أن تراها فيك بالعين فنرجع الآن إلى مثلا فقط مرة أخرى معلش إلى الندروميدا لاحظوا بالبيج 18 هذه الندروميدا نصل إلى 18 تشاهدوها لكن انتبهوا نحن سوف نأتي إلى موضوع أهم من هذا كله انتبهوا جيدا فهذه الندروميدا تمام فالاسم اللاتيني بتاعها الندروميدا أوكي الاسم الإنجليزي The Chained Lady تمام و Number of Star اللي هي بتاع 6 التواهج 6 100 و عدد النجوم اللي بتاع توهج 5 هي 25 ماشي وهكذا واضح أعتقد واضح تمام واضح أستاذ وهذا الشكل بتاعها هذا شكلها ولو عاوزين هذا الكتاب أرسله لكم يعني أو أعطيكم اللينك الآن نأتي لللايرا بيج 62 يعني هذه الكائنات التي نحن أتينا منها بالمناسبة اللايرا تعرفون أي نعم يعني هذه المجموعة النجمية اللايرا والمجموعة النجمية بتاع اليندروميدا أتينا منها وحتى هذه لأن هذه فيها معاني أخفية يعني هذه بتاع الدلافين التي تروها أنتم دلافين في الأرض يعني مش تعتقدون أنها دلافين هي أساسا في الأرض هذه أتي فيها الدلافين من من مجموعات نجمية أخرى فنأتي إلى اللايرا بيج 62 ماشي نأتي إلى 62 نراها التي هي شكلها شكل القيثارة بالمناسبة معروفة اللايرا تعقيثارة يعني شكلها شكل القيثارة نمشي 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 هذه اللايرا إذن الاسم اللاتيني هو لايرا والإنجليزي القيثارة تمام والتواهج اللي هو في لفل ستة خمسة واربعون نجمة تمام والتواهج بتاع خمسة هو احدى عشر وبعدها التواهج يعني نسبة التواهج أو مستوى التواهج اللي هو هو أربعة هو أربع نجوم ها وعندها توهج بمستوى اثنين نجمة واحدة أوكي هذه شكلها هذه شكلها هذه لايرا القيثارة نأتي إلى لدريكو هو هذا مهم لدريكو مجموعة نجمية أتت منها كائنات لدراكونيا لدريكو هذه مجموعة نجمية فأيضا هيك نقرأ حولها أين نجدها شبابنا أي صفحة دريكو هذا صفحة خمسين تمام المعرفة مهمة عندما تسافرون المعرفة مهمة طبعا لاحظوا فالاسم اللاتيني دريكو والاسم الإنجليزي دريكون هيك وبتاع ستة هنا المستوى بتاع ستة ثمانون وهكذا ها أريد أن نقول في المجموعة النجمية عندهم ممكن هيك رئيسة المجموعة ها أو تسمى الألفا ستار فهذه مثلا في الدريكو الألفا ستار بتاعتهم تعرفون المعنى ألفا ستار يعني المتمركزة أو الرئيسية أو المركزية ها فعندهم هذه الألفا ثوبان هذه مثلا لا ألفا ثوبان وكان قد عبدة لاحظوا هذه النجمة كانت قد عبدة بوسط المصريين هيك ممكن هذه شكلها هو كان شكل التنين يعني هذا دريكو أوكي طيب أريد أن نوضح شيء في مسألة الكونستليشن هذه ننتبه الآن هناك تشويه كبير للمعلومات حولها هم ماذا قالوا لاحظوا دربوا وعلموا الناس يعني عندما تدرسون هي هذه علوم الفلك دربوا وعلموا الناس خطأا ربطوها قالوا يعني عندما تقرؤون حولها هو هذا أريد أن أنبهكم ربطوها قالوا وطبقا للخرافيات اليونانية وطبقا للخرافيات السومرية من أجل أن الناس لا تركز يعني من أجل أن الناس تعتقد تقول آها هذه نجمة فاضية هو مش هيكي هي الخرافية هي الحقيقة أنا هو هذا الذي أريد أن أصل بهذه النقطة إليكم فمن الدريكو ننتبه من الدريكو من هذه المجموعة أمامكم ومن المجموعة النجمية الإندروميدا واللايرا وأغلب النجوم أتت إلى الأرض وأصبحت الأرض سوق تجاري وهذه المعلومات أخفيت ماذا قالوا يعني في في علوم الفلك المحرفة قالوا يعني فقط نجمة 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 هيكي ثم ماذا وضعوا وضعوا على أساس يعني مثلا هذه النجمة درجة حرارتها جدا عالية وما فيها حياة أيضا هذا خطئ هذه كلها فيها كائنات يعني الدريكو هذه مجموعة نجمية اسمها الدريكو أتت منها كائنات وهذه معروفة هذه الكائنات بالفبركات التي عملتها في الأرض والزواحف والدريكو وكل يعني الكائنات التي هي في هذه المنظومات النجمية أغلبها فيها حياة وفيها كائنات وأتت إلى الأرض أخفيت هذه ولهذا أنا أريد أن أقول لكم أنتم عندما تقرؤون ننتبه رجان حاول هو هذا الكونستليشن أغلب ليس صحيح أنت أريد منك أن تأخذ فقط الأسماء يعني فقط تتعرف على الأسماء لكن مش المحتوى مش المحتوى حتى يقولون مثلا هذا غير صحيح الذي يقوله على أساس أن النجمة من أين تأتي بالحرارة على أساس أن تعريف النجمة هي التفاعل النووي الذي يحدث في النجمة وهذا خطأ هذا مش حقيقي الشمس وبقية النجوم الكون يزودها بالطاقة لكن أنا ما بعرف هل هم عكسوها بقصد أو مش قصد ما بعرف أنا ناقشت هذا هم قالوا على أساس أنه التفاعل النووي هو الذي ينتج الحرارة مش هيكي أنا ناقشت هذا وعطينا مصادر أخرى نعم مصادر أخرى أنه أنه نحن نعيش في كون الكتروني وهذه النجوم تأخذ الحرارة من الطاقة الصفرية على العمو هذا شيء آخر وبالتالي أريد أن أعرض لكم هيكي رسم أحاول أن أكبره ونقترب منه معا ها انتبهوا جيدا لو تلاحظون القصة بتاعتنا بتاع الكائنات الفضائية فهؤلاء اللايرة تمام تشاهدوها جيدا ها تشاهدون من قريب منها ها لا لدريكو تشاهدوها ها فعندما نقول عندما قلنا في علوم الكائنات الفضائي أن لدريكو قريبا من اللايرة فهاجموهم تمام هذه حتى شكلها شكل التنين فهي قريبة كنت أنا أبحث عن هذا فهي المجموعات النجمية دريكو تسكن فيها الزواحف أو أصل دراكونيا وهذه هي التي تفبرك كثيرا كثيرا هذه تفبرك هذه هبطت إلى الأرض نعم واستعمرت الأرض وتدخلت في الأرض وحتى قلنا هي تريد أن تحكم الكون كله عندها فلسفة أنها فقط تعتقد الكون طعام لها فهي تعيش هنا هذه هذه المجموعة بتاعتها هذه مصاعدين وهذه هنا تشاهدوها هذه الاندروميدا وهذه الاندروميدا وهذه اللايرة تمام معنا وهذه لدريكو أتت إلى الأرض وبقية الكانات أيضا أتت إلى الأرض وصنعت المشاريع وخلقت أيضا خلقتنا يعني أو ساهمت في خلقنا يمكن قول من هذه المنظومات النجمية طيب وهذه المنظومات النجمية الكائنات تعرف جيدا أنه يعني هذا في مجرتنا أنه موجودة عندنا ماذا شباب الستار غيتز فهي تنتقل يعني تصل إلى الأرض عن طريق الستار غيتز نعم يعني يتون بسرعة عن طريق الستار غيتز شغالين يعني فنحن في الجلسات في الجلسات أخواني وخاتر نركز على أننا نسافر إلى كائنات الاندروميدان وندخل في النفق الضوئي مهم هذا الآن أنتم عرفتم